اشتركوا في القناة ان يبرك الله لهم وان يجمع بينهما في خير في حفل بهيج ومفعم بالسرور والفرح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعقد قران نجلته في احدى قاعات مسجد القوات الجوية شهد الحفل حضورا كبيرا من افراد العائلة والاصدقاء المقربين اضافة الى كبار من مسؤولين بالحكومة وشخصيات سياسية بارزة ولفيف من اعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال الاعمال الذين احرسوا على تقديم التهاني للعروسين متمنين لهم زواجا مبارقا وحياة مفعمة بالبهجة والسرور احيا حفل عقد القران ابنة رئيس الوزراء الفنان تامير حسني وذلك في وسط جوه من الفرحة والسعادة وتبادل الجميع التقاط الصور التسكالية وبهذا اليوم المميز ارتسمت البسمة على وجوه الجميع وعمت السعادة قلوب الحضور وبهذه اللفتة الجميلة اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على اهمية الاسرة والتربط الاجتماعي في بناء مجتمع قوي ومترابط الى جانب ذلك يأمل الجميع ان تستمر لهذه المناسبة السعيدة في زكيراتهم طويلا وان يحقق العروسان كل احلامهم وطموحتهم في حياتهم الجديدة